فالله لا يسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إلى سنن أبي داود أما جاء في الدخول في الوصائل رأى المصنف بسنده عن أبي دار رضي الله عنه ورداه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي دار هذه لكي الإجبار لا يصحب إذن كانت بلغة بلغة بكر الأمر إليها إما أن تجيز هذا العبد وإما أن لا تجيز هذا العبد رضي الله عنك أخرى يحصل الله عليك فعن أبي دار رضي الله عنه ورداه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا دار إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على ثنين ولا تولين ما لا تيم وهذا عجيب جد هذا الحديث أوجب لنا إشكالين ما الإشكالان وكيف حلوهما ما الإشكالان وكيف حلوهما للفيس والمكسر الآن باعتني بالثنين هو الآن فأنا أريد الإجابة في قولي يا أبا دار إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على ثنين ولا تولين ما لا يتي سأجيب أحمد أجيبك بعد الدرس بعد الدرس طيب أنا هكذا أنتظر حتى حتى يعني تجعلونني أقتل أنا أريد إجابة منكم طيب هو قال له إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي قال أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على ثنين كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير على الجميع وكان سيد الجميع وكان حاكما على الجميع ولا تولين ما لا يتي والتولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا فنقول وطبعا قال لا أحب لك ما أحب لنفسي مع أنه تأمر نقول هنا الآن المسألة حلها في شيء واحد سياق الحديث قال يا ابو ذر Inni أراك ضعيفا والنبي ليس ضعيفا والنبي ليس ضعيفا جواست�� بالله منتاز ممتاز هاشريف منتاز إجابة جيدة هو الحق أن أن يقال في هذا الباب هو قال له Inni أراك ضعيفا والنبي ليس ضعيفا والنبي ليس ضعيفا إبقى معنا الحديث في هذا الباب لو كنت كمثلك لو كنت ضعيفا مثلك لو كنت مثلك لما تأمرت على اثنين ولا توليت مال اليتين فإن هذه الإمارة عظيمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إني أراك ضعيفا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن الإمارة فإن سولتها أكلت إليها وإن أتتك أعينت عليها فالمعنى هنا إن أنت ضعيف شخصياتك لا تستطيع أن تسود من تحكمهم والمسألة تحتاج إلى شخصية قوية تحتاج إلى حنكة وإلى فراسة وإلى ذكاء وأيضا إلى قوة وتحتاج معها الأمانة ولذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني أهو طلب الإمارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي من العجاج والنطائف الإسناد أنه التفرد به أهل مصر وهذا حجز خرجه مسلم وأيضا النسائي وفيها أيضا شرط آخر مع القوة قوة الشخصية العلم وقوة الإدراك والفراسة العلم ولذلك قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلا تأمرنا حتى تكون محنكا عالما متقنا بأبواب سياستها وكيفية التعامل مع الناس كما فعل عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه وأن تكون قويا يعني لابد أن تكون عليم وعندك قوة لإنفاذ هذا العلم وعندك قوة لإنفاذ هذا العلم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرنا على سنين لأنك لست عندك العلم المحيط بهذه المسألة والأمر الثاني أيضا أنت ضعيف قال إني أراك ضعيفا ثم قال كما قلنا من وطائف الإسناد تفرد به أهل مصر باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أرى مصنف بسنة دي يعني يكرم عن ابن عباس في قوله تعالى انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين هنا أباح له أن يوصي الخير هنا المال انترك خيرا يعني انترك مالا الوصية للوالدين والأقربين فجعل الوصية تكون للوالدين والأقربين لأنه كما قل الأقربون أولى بالمعروف يا فاطم ومد محمد لا أني عنك من الله شيئا ساريني من مالي ما شئتي وهذا كان في أول الإسلام هذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك جاء النسخ نسخة هذه الآية بالموارث بعض الرعماء قالوا نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث بعض الرعماء قالوا بأنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والوالدان لهم إرث فإن لم يكن له ولد ووارث هو أبوان فلأمه السلس إن كان له ولد فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين الغرض المقصود بأن الله فرض للوالدين وقد قال النبي لا وصية لوارث والصحيح الراجح في هذا الباب أن آية الموريث هي النسخ ومعضل ذلك ومبين مجمله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا وصية لوارث فإذن هذه منسوخة وفيها إذبات النسخ على وإذبات النسخ على المعتز الذين ينكرون ذلك وهي نسخ القرآن بالقرآن والسنة جاءت مبينة لأن آية الموريث جاءت تعطي الوالد الإرث وتعطي الوالدة الإرث وجعل لهم الشرع نصيبا مفروضا فقلنا إذن هذه الآية أثبتت أن قول الله انتركها للوصية للوالدين أنه لا وصية وبين ذلك تفسيرا حديث النبي لا وصية لوارث لا وصية لوارث فتكون الوصية هنا منسوخة الوصية للوالدين تكون منسوخة في هذا الباب بما جاء في الوصية للوارث قال أمامة أو قال أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كلدي حق حقه فلا وصية الوارث فلا وصية الوارث أي أن الله رعلا فرض في كتابه نصيبا مفروضا وهذه إشارة إلى آية الموريث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انتركها لن وصية الوارثين من الأقربين فنسخت بقول الله تعالى فوارثه أبوه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث فجعل لها نصيبا مفروضا في الكتاب وأيضا قال الله تعالى يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنساء ففرض الله فروضا وقسمة في كتابه فقال النبي لا وصية لمن قسم المرس عليه الله جل في أولاد والوصية لا تزيد عن الثلث حتى لا يكون مضارة بالوارثة ولكن هي صادقة تصدق الله بها على المكلف يكون قد ختم أيام حياتي في الدنيا ختام الحسن والحديث صريح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث هناك رواية فيها زيادة عند الدرقني وزيادة فيها ضعف لكن يعمل بها عند العلماء وهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث نعم إلا أن يأذن الوارثة إلا أن يأذن الوارثة أصول الشرع تقوي هذه الزيادة أصول الشرع تقوي هذه الزيادة إذ من أصول الشرع من ملك شيئا له أن يسقطه وله أن لا يأخذه نعم هذا صحيح شفع الله يقول بأن القرآن ينسخه أو سنة تنسخ القرآن في الحالة أن يقول لا نفسه فزيادة الدرقني إلا أن يأذن الوارثة هذه متفق عليها في أصول الشريع ومقاصد الشريع وأن من ملك شيئا له أن يتصر فيك فما شاء فإذا أسقطه أو إذا أزن للوارثة أن يأخذ الوصية تحبيبا وأيضا تأليفا وإناسا في القلوب له ذلك ويكون حقق عيون مقاصد الشريعة وهو حق له تنازل عنه كالمرأة التي لها حق النفق قالت لزوجها أنا غنية ثرية ما أريدك تنفق أنت لو أردت نفقها أعطيك لا أن تتنازل عن حقها لا أن تتنازل حقها في المبيت هي لها ذلك هو حقها نعم حقها لكن لا أن تتنازل عنه نعم وهذه كما قلنا دائرة مع التقعيد العام أن كل صاحب شيء أو كل مالك لشيء له أن يسقطه كما قال النبي ولا يخطب أحدكم على خطة أخي إلا أن يأذن الخاطر إلا أن يأذن الخاطر نقف عند هذه الفواد المصبطة إذبات النسخة في القرآن ونسخ القرآن بالقرآن حكمة الله في التشريع والتدريج في هذا الباب يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده والعمل العموي ما لم يأتي مخصص يخصصه وقد جاء التخصيص جاء العملة وصيعة الورث ثم جاء التخصيص بقوله إلا أن يرضى الورثة إلا أن يرضى الورثة لو في أسئلة تفضل ولشيخنا همتون نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريّا ولشيخنا همتون نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريّا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلصي يتربي وباريك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا شكرا شكرا